مائة واثنان واربعون بطاقة احتياط وزعتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية لمستحق الغسائم الحكومية في مدينة جنوب سعد العبدالله آلية التوزيع جرت من سيابية حيث كانت مرادات الأسماء وفق الأولوية المتبع نحن اليوم صدد توزيع بطاقة الاحتياط لتوزيعة سعد العبدالله جنوب سعد العبدالله الضاحية الثانية التوزيع الثانية المتبقي 142 بطاقة واليوم الاحتياط عالية توزيع البطاقة الأساسية والاحتياط البطاقات الأساسية يتم إعلانها بالجريدة الرسمية يوم الأربعة واستلام البطاقة يكون يوم الخميس ويوم الأحد من تخلف عن استلام البطاقة تترحل البطاقة إلى يوم الأثنين وعن طريق الأولوية يتم المنادة بالأولوية واستلام البطاقة إن شاء الله يوم الأثنين والأربعة يتم توزيع البطاقة الرسمية كلهم مع بعض بصندوق واحد المؤسسة العامة للرعاية السكنية والتسهيل على المواطنين في توزيع بطاقات الاحتياط أعدت كاونتر خاص للمساعدة أو الرد على أي استفسارات كاونتر سألني هو مختص بالرد على المواطنين لدى المؤسسة العامة الرعاية السكنية وتوجيههم لتنفيذ المعاملات داخل المؤسسة في كاونتر سألني نطمح إلى توجيه المواطن وتعريفه في دور المؤسسة وتنفيذ المعاملات وتسهيل الأمور على المواطن وتوجيهها بشكل صحيح السكنية دعت المواطنين إلى متابعة حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي لمعرفة آخر المواعيد الجديدة للتوزيحات وخطوات التقديم على شهادة من يهمه الأمر أو التقديم على طلب تخصيص وحدة سكنية عبدالله العنزي لتلفزيون المجلس